برعاية كريمة من لدن جلالة ملك البلاد المعظم انطلق اليوم في مملكة البحرين مؤتمر توسعة الأفق حرية الدين والمعتقد بالتعاون بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي وبمشاركة نخبة من صانعية السياسات والقرارات في المملكة والاتحاد الأوروبي وممثلية المجتمع المدني نعم المؤتمر يستمر لغاية الأول من شهر يونيو المقبل بهدف ترسيله خي أسس حوار منظم لتعمق الفهم المشترك لحرية الأديان والمعتقدات والارتقاء بالتعاون الإنساني على مبادئ التعددية والتنوع لتعزيز احترام حرية الأديان والمعتقدات على الصعيدين الإقليمي والعالمي على امتداد تاريخها الحضاري المتجدر عرفت مملكة البحرين بثوابتها القائمة على احترام الشعائر والحريات الدينية ويتجلى ذلك بالرعاية الملكية السامية لمؤتمر توسعة الأفق حرية الدين والمعتقد وبما يوليه جلالة ملك البلاد المعظم من اهتمام ودعم لترسيخ الحريات الدينية والقيم والمبادئ الإنسانية القائمة على احترام التعددية وتعزيز التسامح والتعايش بين المجتمعات وبما يدعم جهود مملكة البحرين في إيصال رسالتها الحضارية إلى العالم كنموذج رائد في مجال احترام الحريات والحقوق كما أنه يجسد حرص البحرين على تعزيز التعاون والشراك القائمة مع اطراف المجتمع الدولي كافة وكذلك تفعيل دور المجتمع المدني من أجل المساهمة في نشر القيم الإنسانية الجامعة وتعزيز ثقافة السلام والتعايش والتسامح ودعم الجهود الإقليمية والدولية لترسيخ قيم الوسطية والاعتدال ونبذ الكراهية والعنف والتطرف ويسعى المؤتمر الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام إلى الخروج برؤية مشتركة لفهم أفضل لتاريخ مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي ووجهات نظرهما تجاه حرية الدين والمعتقد واستكشاف المزيد من الفرص لتعزيز التعاون والحوار البنى بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي وتجسد إقامة هذا الحدث الكبير في مملكة البحرين تكريساً للمكانة والسمعة الطيبة التي اكتسبتها المملكة كنموذج عالمياً رائد للمجتمعات القائمة على التنوع والتعددية الدينية والحضارية والثقافية وما تمتلكه من تجربة فريدة من نوعها في مجال حماية الحريات الدينية واحترام التنوع الديني والفكري والثقافي في إطار مبادئ الدستور وسيادة القانون وهو ما يوفر للمشاركين في المؤتمر بيئة مثالية لإقامة حوار هادف وبناء حول كيفية الوصول إلى رؤى مشتركة لتعزيز التعايش والاحترام المتبادل في المجتمعات القادمة من خلفيات تاريخية ودينية وفلسفية مختلفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر